عدنا لحضراتكم مرة تانية الحقيقة الفقرة اللي أنا مقدمها لكم النهاردة مع شخصية أنا بعتز بيها جدا شخصية أنا عرفها منذ فترة شاب ولكن هو أستاذ أستاذ في القانون الدستوري تعاملت معه على مدى سنوات طويلة وأنا بدأ نقش النهاردة في التطبيقات التي نشهدها على الساحة في الانتخابات الرئاسية اسمعوا لي أرحب بضيفي العزيز جدا والصديق الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري سعيد بوجودك معي في الحالة ده شرف كبير أن أنا أكون موجود مع حضرك طبعا أخويك كبير وأستاذي وشرف لي أن أنا أكون موجود مع ساعدك ربنا يخليك حبدأ معاك عن الاستحقاق الرئاسي نعم هذا الاستحقاق الآن نص عليه الدستور المصري نعم وهو دستور 2014 أولا رؤيتك لهذا الاستحقاق رؤيتك لما يجري سريعا في ملخص عاجل عشان أبدأ أسألك وعود بك إلى أصل الدستور في 2014 طيب يعني في البداية لازم سادة المشاهدين يكونوا عارفين أنه هو مسموش دستور 2014 ويمكن كان في السبب الرئيسي في ده كان يعني مع كل الاستحقاق الرأم والتأدير هو حزب النور لأن احنا الدستور ده تعمل في 2012 فلما جينا في 2014 حابين نعمل دستور من أول وجديد أصر حزب النور أني ما يحصلش الكلام ده فأصبح اسمه دستور 2012 المعدل كان هناك صلاحيات كثيرة جدا لرئيس الجمهورية وزي ما بقوله كده اللي تلاسع من الشربة بينفق في الزبادي فابتدت أن تتقص صلاحيات كثيرة جدا من صلاحيات رئيس الجمهورية وانطلق وانتقلت هذه الصلاحيات إلى البرلمان عشان كده لأول مرة نشهد ما يسمى ودي ممكن حدش بيتكلم عنه كتير مش سحب الثقة فقط من رئيس الوزراء والوزراء لا وصلنا الأمر إلى سحب الثقة من رئيس الجمهورية في أوقات محددة كل الأمور دي يمكن مع كل الاحترام طبعا للجنة الخمسين كان قبليها لجنة اسمها لجنة العشرة ودول كانوا كبار أسدتنا في القانون الدستوري دول كانوا معلمين المعلمين يعني دول أسدت دول العمل وكل دستير وط العربي كل الدستير من قوتها محمد بيه من وجهة نظري أنا الشخصية ومن اللي تعلمناه من أسدتنا كلما كان عدد مواد الدستور قليلة كلما اتسم بالقوة والمرونة عكس ما الناس بتتخيل يقول لك أنا عاوز الحق ده حطه في الدستور لا تحطه في قانون وتحطه في مادة ما تحطه في حق احنا دستير كثيرة جدا يمكن شوفنا الدستور الأمريكي انت بتتكلم على عدد قليل من المواد وكانت تعديلاته بقاله حوالي 200-300 سنة ما تعدلش إلا على مراحل قليلة جدا بتتكلم على الدستور الإنجليزي تمام؟ اللي هو أغلب دستور عرفي المواطنين حفظين حقوقهم كويس جدا وبالتالي كلما تقل عدد المواد كلما ده ادى قوة للدستور وادى مرونة لأنه هو بيديك رأس الموضوع هو ده وانت اللي بتغير طبقا للمراحل المختلفة مع الحفاظ على الحق الأساسي على الحق الأساسي الله ينور عليك ده اللي بيدي مرونة للمادة الدستورية تنطبق في كل العصور طبعا لله المثل الأعلى زيما بنشوف في الكتب السماوية بتلاقي بتتحطق قواعد الرئيسية زي القرآن الكريم كده والتفصيلات بنشوفها في السنة بنشوفها في المذاهب وغيرها وغيرها عشان تتواكب مع كل عصر نفس الكلام إذا كان الدستور بيحدد مواد معينة قليلة جدا بيعطي مرونة للقوانين المختلفة إن هي تطبقها بسهولة ولكن لجنة الخمسينة جاءت جاءت وعدلت وعملت أشياء اتهت على قد ما قدرت بس كان فيه أشياء كانت معارضة فيها ممثلة جامت جدا 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 وكان فيه وقت يعني أنا عايز أقولك إن لجنة الخمسين كانت تضم كل الأطياف ده حي وكانت قوية للغاية ده حي أنا شخصيا شفت الدستور بعد ما طلع قلت ده يمكن ده هذا دستور يوتوبيا أي فيه مواد صعبة للغاية فيه أقولك الحاجة من بينها وحتى هذه اللحظة مش عارفيني طبقه ما طبقتش مادة العدلة الانتقالية لأن فيها إشكالية كبيرة جدا تمام مش كان فيه مادة للعدلة الانتقالية بتتحدث على إن محاسبت مين وعمل مين وكلام ده كله وكانت دي أعتقد كانت من السهولة بمكان لو كنا طبقناها بمنتهى القوة بالذات ضد جماعة الإخوان وحلفاء كانت سهل جدا إحنا شفنا على سبيل المثال تركيا تركيا ما كانتش بتسمي على أي حد من اللي هم كانوا معارضين لنظام الحكم وشفنا محاكمات لمسؤولين وقضاء وموظفين وناس كتير جدا ليه وما كانتش حد بيتكلم لإني هناك قواعد صارمة أنت برضو لو كنت طبقت مادة العدلة الانتقالية بصورة صارمة للغاية كانت ريحتك في حاجات كتيرة وما كنت استغنت عن أشياء كثيرة جدا ويمكن أنا كنت من أوائل الناس اللي تحدثت على أني الطبيعي جدا وإذا كنا بنتكلم في الدستورة عن الإرهاب الطبيعي جدا فين وفين عمل مصادر قوائم الإرهاب وقانون عن الإرهاب وإلى خلافه فلما نيجي نتكلم على الانتخابات الرئاسية أيها خلينا ننتقل بعد كده حننقش الدستور نتكلم على الانتخابات الرئاسية محمد بي انتخابات الرئاسية البعض بيشكك ويقول والله الأيام قليلة لا أنا عندي مشكلة أنتوا مش مدونة إتاحة فرصة في حكاية التقديم إلى خلافه لما نيجي نبص في الثلاث ولايات اللي تمت بعد صورة 30 يونيو هنلاقي أني الأيام اللي موجودة هي تقريبا نفس عدد الأيام اللي حرست عليها كان زمان اسمها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ثم تحولت بموجب الدستور باسمها الهيئة الوطنية للانتخابات عدد اللي يام هي تقريبا نفس عدد اللي يام يمكننا ضرب مثلا في انتخابات 2015 كنا بنتكلم على سبيل المثال من يوم 8 واحد الدعوة دعوة الناخبين وإعلان الجداول إلى يوم 29 واحد حوالي تقريبا 20 يوم لما نيجي نتكلم في الانتخابات دي دعوة الناخبين كانت يوم 25 تسعة لو تتذكر حضرتك إلى يوم 14 عشر تقريبا 19 يوم يعني ما فرقتش جير يوم واحد لما نيجي نتكلم على أنا يمكن عشان كنت موجود في أول حملة سيادة الرئيس وكان ليه الشرف أن أنا المتحدث الرسمي باسم حملة سيادة الرئيس في 2014 كنا بنتحدث عن تنافس ومنافسة حقيقية وشوفنا كان فيه يمكن زخم قوي جدا وشوفنا أنه ما كانش حد بيشتكي من عدد الأيام سواء كان التقديم أو التوكيلات أو إلى خلافه لما نقول أن الدستور المصري أعطى للهيئة الوطنية للانتخابات في المواد عشان بس الناس اللي بترجع ورانا المواد 208 و 209 و 210 من الدستور الحالي كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ليه؟ الشعب المصري كان حريص ووضعي الدستور كانوا حريصين على أن يكون أرجو مرة أخرى أن نكرر أن اللي حطوا الدستور ده ليس لهم علاقة لا بالرئيس عبدالفتاح السيسي خالص ولا بالكيان ولا بالجيش الماء يعني عشان بس لأن الناس فكرة أنه ده محطوط يخدم لا 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 غير صحيح غير صحيح هو لو كان محطوط يخدم ما كانتش يتقال في الدستور الحالي دي آخر وراءة للرئيس وإلا كانت فتحت بقى زي ما كان حصل قبل كده تمام اللي حصل أنه يتقال أنه بالنسبة للرئيس الحالي له ولاية أخرى يعني دي حطة برضو محدش بتكلم فيها محمد بكتير أن بالنسبة للرئيس عبدالفتاح السيسي وفقا لأحكام الدستور الحالي والتعديلات اللي تمت في 2019 هي آخر ولاية للرئيس عبدالفتاح السيسي لو نجح لو نجح لأنها انتخابات أما إذا نجح شخص آخر فيحق له ولايتين كل ولاية ست سنوات